السلام عليكم متتبعي قناة وصفاتي السريعة اليوم قدي نقدم لكم بغرير الشهداء بملعقة دقيق فقط كي يجيب فعلا رائع كي يستحق تجربة ولا يجبكم فيديو ديالنا ديالا ومتنسوش لايك للفيديو اشترك في القناة فعلوا دائما جرس ليصلكم الجديد خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة عندي كمكونات في هذا الوصفات عندي 250 جرام ساميد 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 الحرشة ماشي الفينو ساميد الحرشة الخاص من البغرير هنا عندي 14 جرام فانيلا ملعقة صغيرة من خميرة الخبز او خميرة الحبيبات ملعقة صغيرة من الملح ملعقة كبيرة فقط من الدقيق الفارينة او الفرس هنا ايه كتاخدو انا كتخلطو جميع المكونات اللي عندكم وكتخلطو بلفوية بهات الطريقة هدي بالنسبة للماء فهو 500 ميليليتر من الماء كتضيف اليه وكتخلطو ربع ماء ربع كأس من الماء يعني غادي تضافي من السيطرو للماء وكتضي دي 1 ربع كأس هنا ايه كنخلط الماء اللي ايه دافئ كتخلطو بلفوية مزيان في الاول وهنايا كتاخدو الميكسر من تعليد الى ما متوفرش عندكم استعملوا كأس الخلط ولا بد استعملوا اما كأس الخلط واما الفوية انتعليد عفوا انا اطراب الكهربائي انتعليد بهات الطريقة هدي الى ما متوفرش عليهم جوشفة كيستعمل الخلط اليدوي وبسرعة كتخفقو باليد ديالكم عفوا مباشر تا كيوالي لكم الخلط ديالكم ناعم 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 مباشر كيكو بيبات وصف هنا يعني خليه اختمر لي المدة خمس دقائق ما تفوتوش خمس دقيق كتغطي وخليو هيرترح هنا كتتاخدو مقلاة سبع وجوه غدينديروهم صغيرين وكتديرو أغير شوية ما كان دير لهاش نهائيا الماء نفزقها بالماء أو شي حاجة لا نهائيا فقط مباشرة بعد ما كيختمل ليها كان طيب البغرير ومتاعي فيها وصفي هنا يا غدي نحيدهم انتو ماء كما تلاحظو كيجي فعلا رائع فقط المقلاة كتخليوها النار متوسطة ماشي مجادة بش ما كيتحرقش ليكم بزف شوفوك كيجي من اللور زوين بزف ومتقب كيجي غزال اللي كنتي أول مرة كتزور القناة ما تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس باش هكت توصل بالجديد انتاع الوصفات سوف نستمر بنفس الطريقة كما تلاحظو في الفيديو شكرا للمشاهدة ل striبء وصفين يوم مباشرة كنحيدهم كما كتلاحظوا ترجمة نانسي قنقر 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 ولا اعجبكم فيديو دينا ديالي وما تنسوش لايك للفيديو اشتركوا في القناة تفعلوا دائما الجرس ليصلكم الجديد ومشاركوا ببركة تلقوا في وصفة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة